انا عارف طبعا ان حضراتكم عايزين تسمعوا كلام عن الكورة والمطش واللي حصل امبارح وارتفاع ضغط الدم وكل الادوية اللي اشترتوها من الصيدليات علشان ضغط الدم لحد ما منتخبنا استطاع ان هو يفوز 2-0 على منتخب وكننا بلعب مين بلانسيت اوغندا اوغندا والله انسيت من كتر ما كنا يعني محصولين في الثمنتاشر ومن كتر ما كنا مزنوقين في الثمنتاشر كنت حاسة احنا بنلعب البرازيل بنلعب الارجنتين بنلعب فرنسا لكن كل ما شوية افتكرة اولوما جماعة هم مين لابس احمر دول يقولولي اوغندا اولوما مين يقولولي اوغندا اولوما اوغندا عاملة فينا كده ومع ذلك ومع ذلك كسبت 2-0 ومع ذلك تصدرت المجموعة ومع ذلك تأهلت الدور الستاشر ومع ذلك فريق صعد بالعلامة الكاملة تسع نقط ومع ذلك الفريق الوحيد متهالي مع المغرب كلينشيت كلينشيت يعني شباك نظيفة تلت مباريات احرزت فيهم خمس اهداف ولم تتلقى اي هدف وانا في رأيي ان التلت متشات دول يخشوا موسوعة جينس للرقام القياسية مع عدد الفرص اللي جات على مرماك في التلت متشات وتطلع بكلينشيت دي جديدة لانج دي جديدة لانج يعني مبارح حوالي تسع كور تسع كور من تمانية لتسعة مش فاكرة في فرص كتير يعني في شوطات كتير بس حوالي 17-18 بس في تمانية اجوان وفي ماتش كونغ واثنين في العرضة وتلتة مش عاب ايه قولة 4-5 مع ماتش زنبابي الاولاني بتتكلم برضو في حوالي 4-5 فرص يعني التوتل بتتكلم في 18-19 فرصة محققة الحمد لله ولا واحدة تخش ده ايه ده طبعا 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 توفيق موسات الربنا نمرة اتنين دعا المصريين قلتلكم سر السجدة نية الانتصار سر السجدة ونية الانتصار دي ما حدش يعرفها غير المصريين عدوا بقى انتوا كاهزوا زي ما انتوا عاوزين بس المصريين عارفين سر دعاهم ودرعتهم وقفهم اللي مرفوع على الفوق دي بتعمل ايه ربنا ما بيحبش يخزلنا ولا يكسفنا وطبعا امبارح التقلق اللا اللا محدود لمحمد الشناوي اللي مش عارف ازاي ما طلعش مانو في داماتش الدولة محمدي محمدي عمل مطش معقول يعني عشان طبعا الجن اللي جابه لكن محمد الشناوي عمل مطش خرافي شايل اربع خمس تجوان محققين محدش كان حيسأله ويقوله بيم لو كانوا دخله السؤال بقى حنفضل كده كتير واضح ان احنا نفضل كده كتير مع الاخ اجيري واضح ان هي دي فلسفته اكسبه ما تسألنيش عن الاداء اديني التلات نقط وعملوا اللي انتوا عاوزينه بس هو السؤال طب لو واحدة منهم دخلت هتعمل ايه هترجع كامباك ازاي هتهاجم ازاي مش عارف بس الادوار الجاية هتقولنا حتى اللحظة دي لسه احنا مش عارفين هنلاعب مين احنا المفهود نلاعب تالت المجموعة التالتة او الرابعة او الخمسة ايهم بقى يطلع مش عارف النهاردة مغرب كسبت وتصدرت كمان بتسعة نقطة وجنوب افريقيا خسرت فممكن ما تطلعش تالت كده المجموعة الرابعة هنشوف بقى كينيا هتعمل ايه يعني لو كينيا يبقى حاجة حلوة او حاجة حلوة او رغم ان كينيا بالمستقى ده ممكن تبقى صعب علينا بس برضو بس لسه يعني الدنيا معقربة لكن احنا لازم نشد حلنا شوية مش كفاية توفيق ربنا ومش كفاية دعوات المصريين ومش كفاية توفيق محمد صلاح في الفينيش لازم نشد حلنا كمنتخب وانني صح صح شوية بقى حبيبي انني صح صح شوية بقى يطوي يلحق يطور شعره اذا كان سره في شعره يلحق يطور شعره وعبدالله السعيد يعني اتمنى يجي البطولة يعني انا عارف ان الموصلات زحمة بس اتمنى انه يشرفنا ويجي برضو حيبقى ان شاء الله يعني مكانه موجود واشا عرف اقول له ايه فينك عبدالله فينك عبدالله صحية الله يمسيك بالخير يا عبدالله زمان قالك شوف لي شقة جنبك عبدالله